موسيقى السلام عليكم صباح الخير ومساء عليكم جميعنا ملوك يا رب تكونوا بأحسن وأفضل حال دايما معاكم محمد هلالك خلينا متفقين ان التركات مش بتخلص معانا وطول ما احنا لسه حسنا في الدنيا عمرها ما تخلص ابدا ان شاء الله وطول ما انت معانا اتاج على رأسك دايما عايز اقول لكم اللي انا بتابع كل التعليقات كل التعليقات واي تعليق بقراه بتشكر جدا جدا لاي تعليق كويس بيقال في حقي حتى حاجة بتفرحني جدا لما انا ساعات انا بنسى انا طبيعية لما انا بيبقى بيكون فيه شرح ليه بذكركوا دايما ان ادعوا الوالدتي بالشفا انا في ساعات فيه فيديوهات انا بنسى فيها ان انا اقول لكم كده فانتوا اللي بتذكروني لو انا ما قلتش كده بلاقي كومينات كتير بتدعي ربنا يشفي لك امك ربنا يبارك في والدتك ويشفيها فمتشكر جدا 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 انتوا يعني اعظم ملوك في الدنيا وبجد اخوات تعالوا بقى بينا شرح النهاردة ونسخن كده ونقول بالصناح الرحيم عايزين نخنخة عايزين صح صحة تعالي والله اهلا بيكم الكورس او الشرح بتاع المعارضة انا كسبت منه يعني في حوالي ستين يوم بلس شوية قزد من ستين وشوية المبلغ ده المبلغ اللي انت شايفه قدامك ده او اي مبلغ في الدنيا مش اوفر يعني لما اقولها عشر تلاف غلار او اكتر او اكتر او اكتر او اضعاف مش اوفر طول ما انت ماشي بستراتيجي صح وطول ما انت ماشي ببلان انت عارف الخطة اللي انت ماشي عليها وشوية ادوات بتساعدك مع برامج مع تركات مع الحكايات اللي احنا بنقدمها ده هتساعدك يعني ان انت توصل للرقم ده وانا النهاردة جاي وموجود في مكاني ده علشان اقدم لك الحاجات دي كلها اللي انا اتكلمتي فيها من ادوات لبرامج لتركات لحاجات انت هتتبسط اللي هي قدامك وهيبقى فيه متعة مش كمان انت بتكسل واسلة ايبقى فيه متعة وانت شغال بها عايزك تتخيل كده تقول يعني تخيل لو انت معاك جمهور مستهدف لاي منتج عندك ليه بقى انت شغال سي بي اي كوست بير اكشن شغال افليت لمنتج ما في كليك بانك في غيره من الشركات سواء العربية او سواء الاجنبية شغال حتى اختصار روابط حتى رفع ملفات شغال اي حاجة وعايز جمهور محدد لده طيب اعمل ايه لو انا عايز الكلام ده اصل بسط يعني لو انت قدرت تتحكم في كده ويبقى عندك الكاتجوري ده كله يبقى عندك الحاجة دي كلها الابشن يبقى خلاص قدامك كده انا هستخدم الحاجات دي والحاجات سهلة بالنسبالي انت كده عندك كنز يبقى انت كده هتكسب المبلغ انت عايزه في اي وقت مش هتبقى بقى تحت رحمة عميل ولا تحت رحمة ابيكيشن من الحاجات الهبل اللي بينزل ده واكسب مش عارف ايه وجمع موقف والكلام ده لا انت راجل معاك ادواتك وانا بساعدك بالخبرة وبالستراتيجي اللي انا بقدمهه لك يعني كل ما عليك اللي انت تفهم وتركز وترسم لنفسك خطه ولهلك تاني وبرده ولهلك برضه تاني انت اللي هتحدد انت عايز تكسب كام فلوس وهتحدد انت عايز تخلص الشغل انت انا هشغال ساعتين شغال اربعة شغال عشرة انت اللي هتحدد ده كل انا جايب لك ادوات وستراتيجي بلان كده تمشى عليه هنساعد بعض ان شاء الله انا هقول لك على الخطه اللي انت هتمشى عليها ولو مشيت مظبوط انت بعد كده زي ما قلتلك انت اللي هتحدد عايز تكسب واحد دولار ولا الف دولار ولا المبلغ اللي انا كسبته او اكتر منه وبعض عفف انت اللي هتحدد وعليه على حسب مزاجك ان انت هترجز معايا ولا لا يعني بالله عليك عايز دماغك تبع معايا اعمل مج النسكافيه بعدي مج الشاي بعدي كوبات الاهول تمام عشان ده ما يعتبرش شرح كده وخلاص وسلطة وسلق بيد وانتهى وانتهى لا ده اصلا ده كان كورس والمفروض ان هو كان يباع ان انا كنت اعمله سعر وكنت هنزله على على منصة معه بس طبعا يعني هو مش خسارة فيكو اي حاجة انا انا دايما لما بسجل بقول لا هزود التركات عشان انتوا تستفادوا آآ قدر الامكان فهنروح على البي سي هنطفي بس النار اللي ورا دي هنروح على البي سي على طول هنشرح كل حاجة بالتفصيل الشرح يعني انا هنشرح معاكو هيبقى حوالي مثلا خمسة واربعين دي اممكن الفيديو يخلص على خمسين دي انا قلت لك ده كورس ده كورس مش شرح انت الوقتي نايم على نفسك ومش بركز اقفل وسيف اللينك وتفرج عليه وانت مسحصح علشان تقدر تستفاد وما تملش من الفيديو وضروري جدا بعد ما نخلص الشرح على الديسك توب هترجع لي تاني هنتكلم فيس توفيس عشان فيه كلام مهم جدا انا عايز اقول يعني من اول ثانية لحد اخر ثانية في الفيديو اهتم بيها جدا ماشا شباب وحنا الوقت بس قبل ما نروح كده نقول الكلام بتاع اليوتيوبرز المعروفين اعمل لايك واعمل ايه اه سبسكرايب سبسكرايب للمتين اه ولو انت هتعمل ديس لايك قول لي هتعمل ديس لايك ليه بس اعمل لايك بعد ما تتفرج انا مش هكبرك تعمل لايك اللي وقتي وفعل علامة الجرس ده لازم عشان يجي لك اي جديد لينا احنا بنقدم ان شاء الله نروح على الشرح لكن كالعادة بعد الانترو انزل بالانترو ماشا مديوك وجينا على الكمبيوتر علشان نشرح كل شيء بالتفصيل والحركات والحكايات والتريكات كلها ان شاء الله بس واجب عليك زي ما قلت اللي انت تركز معايا جدا جدا من اول تريكاية لحد اخر تريكاية اول حاجة انا سيب لك كل الكلام ده طبعا انا هسيبهوه لك في فايل واحد ولا اختصار الرابط ولا اي حاجة خالص دايرك على طول اوكي شباب الادوات اللي هتكلم فيها والبرامج والاكواد والتجستات وكل حاجة يعني والمواقع وكل شيء اوكي شباب طيب احنا اول حاجة انا هسيب لكو الكود اللي انتو شايفينه ده الكود ده هنعمل في ايه؟ هناخده هنروح على الكمبيوتر بتاعنا المتصفح بتاعنا هنروح على جوجل نفسه اصد وهنعمل بيست قبل ما نعمل بيست نبص كده على التكست تمام التكست زي كود يعني بيجيب لنا الاستهداف اللي احنا عايزينه انا هعرفك كده طريقة استهداف اوكي هتكلم من ادنى من اقل طريقة تجيب نتيجة لا اكتر طريقة تجيب نتيجة او اكثر طريقة كويسة ممكن تجيب معك نتيجة اوكي شباب الطريقة الاولى الكود ده كود جميل جدا وهيوفر معك وقت تجمد اوي 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 اللي بينكو سين دي انا كتب لك فيها كيوورد عشان دي اللي انت هتكتب الكيوورد اللي انت عايزه وخلينا مسلا يعني اي نشتغل على كلمة واحدة نخليها في البرامج وكل يعني نشتغل النهاردة في الفيديو ده على كلمة واحدة اللي احنا عايزين نبحث على الكاتجوري بتاعها يعني على الاستهداف بتاعها او نجيب الناس المهتمين بيها الكلمة دي ممكن نخليها فاشل ممكن نخليها هالس ممكن نخليها اي حاجة اي حاجة وممكن عربي وممكن انجلش بس انا انا كمحمد هلال انا شغال بالانجلش والله يعني مش بفهم انجلش بيرفك يعني مش بنسبة مية في المية يعني بس هو الادوات والتركات بتوفر عليك وقت ومجهود وبتخليك ماشي طريق كويس جدا يعني انت باني البلان بتاعتك الخطة بتاعتك تمام تمام ما علينا نكمل شرح مع بعض الكيورد ما نشتغل عليها اي حاجة نفكر مع بعض مثلا نقول دي زاين ماشي تصميم تمام دي اي اس اي دي ان دي زاين انا ما اعطيك كده اوكي طيب هنيقى عند كلمة ايميل هنيقى عند كلمة اد ايميل لازم تاخد الكود كله اوكي ما يتمسحش منه حاجة ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا البريد الالكتروني اللي بجي لهم سواء بقى من من جيميل من هوت ميل من الكلام ده يعني اوكي فما علينا نكمل احنا ممكن نقول له احنا هنكتب جيميل حاج عايزين الدزاين عايزين الكاتيجوري بتاعنا اللي هنشتغل عليه كلمة بتاعتنا كيبورد اللي نشتغل عليها دزاين عايزين جيميل اوكي عايزين السايت عايزين الناس المستهدفة من انستجرام ولا تويتر ولا فيسبوك ولا بنترست اكتب هنا اللي انت عايز يعني اخلي كلمة سايت دي تمام و اكتب هنا اللي انت عايزه عيش حياتك بالرنس اوكي طيب يعني ممكن نشتغل احنا نكتب فيسبوك ممكن بس تمام خليها انستجرام مش مشكلة اوكي فهناخد الكود بعد ما احنا زبطناه هناخده copy وبعد كده نحطه paste في جوجل في متصفح جوجل عادي هنا اول حاجة بس احنا عايزين نعمل حاجة حاجة حلوة في هنا في الاعدادات اه في الاعدادات لما احنا ندخل جوه يعني احنا خلاص عملنا بحس عشان يجي لك الميت صفحة مش عشان يجي لك العشرة لازم تخش على الاعدادات اوكي اه تقريبا اعدادات البحس خلينا نشوف مع بعض اه تمام اعدادات البحس كده انت هتلاقيها عشرة يعني هتلاقيها على رقم عشرة يعني يجي لك في صفحة عشرة نتائج خليها مية خليها اقصى حاجة وانزل تحت وامل حبص وارجع تاني وعيش حياتك اوكي كده جالي مية اوكي شباب طيب كده جالي ايميلات كتير اهي مهتمة بالااا ديزاين لو انا هسوألهم برنامج او لو انا هسوألهم حاجة تابعة سي بي اي زي ما اتكلمنا وهنشرح برضو في الاخر احنا هنستفد ازاي بالموضوع ده اوكي شباب انا هعلم على الكيبورد على كنترول ايه علشان اخد كل الكلام ده كابي تمام طيب ساعتها باشا هنروح لموقع تاني موقع ترتيب الايميلات الموقع ده برضو هسيبه لكم هنعمله كابي وناخده هنا نحطه بيست وندخل عليه هندخل على كلمة اكستراكت ايميل الموقع ده انا ليه شرحي تاني ان شاء الله عشان فيه كزا حاجة موقع مميز بس خلينا نشرح حاجة بس الوقت فيه التركاية اللي هي استراكت ايميل هنضغط عليها وهنرجع تاني لصفحة جوجل هنعلم احنا علمنا على كله كنترول ايه النسخ تمام بعد كده تمام بعد كده هنضغط على كلمة اكستراكت وكي يا شباب هنا فيه حاجة حلوة انت ممكن مش مش ممكن يعني المفروض اللي انت تنسخ صفحة صفحة يعني لو انت نزلت تحت انت خلصت المية اهو تمام هتخش على الصفحة التانية هتاخدها وتقوم اعمل لها بست برضو هنا وبعدين على الصفحة التالتة وبعدين في مور اعمل عشر صفحات عشرين صفحة ميت صفحة لو انت عندك وقت ولو انت عايز بجد يبقى انت توكلت على ربنا وبتاخد بالاسباب وعايز تكسب فلوس حلوة من الموضوع ده اوكي اوكي فانت تمام انت اخدت مسلا عشر صفحة عشرين صفحة وتمام وحطتهم هنا المواقع ده بقى كويس انه هو بيفلترلك الايميلات يعني هو احنا عملنا اكستراكت بياخد بيطلع الكلام اللي هو ملوش لازمة ويجب لك الايميلات فقط الايميلات بس اوكي ويمسح لك كمان المقرر او داونلود ايميل تسعة عشرين طلع لك من الصفحة دي تسعة عشرين ايميل بس مستهدفين بالكود اللي احنا عملناها الشفرة الجميلة دي اوكي فلو احنا عملنا داونلود ايميل تمام اه ارض مجلد احنا فروض كنت افتح على طول اوكي ماشي اه هنفتح هيفتح عن طريق المايكروسوفت اكسل تمام هنيجي اه شوف الدنيا هنلاقي الايميلات زي ما انتم شايفين بس طبعا ايه خلينا خافين يعني معالش يعني انا اسف اه تمام انت ممكن بقى تاخدهم ممكن تاخدهم كلهم وتحطهم في تيكست بحيث ان انت جمعت جمهور مستهدف خمسين ايميل ميت ايميل خمسمة ايميل 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 شفرة دي شغالة ومية مية ومش ما تدرش جوجل في حاجة وانه ممكن يحذرها او حاجة دي مجرد شفرة بس مش اكتر يعني وكشف مجرد كود يعني طيب نيجي على التركاية التانية طيب التركاية التانية هي برنامج فري ايميل اكستراكتور الستقب والكراك واللي عايزه بالله بس خلينا نعرفكو بيتصطب ازاي او بيترمى تصطيبه ازاي بضغط عليه بيفضل يحمل معاك نيكست اف نيكست اهو والامر سهل وبسيط جدا جدا بلاش اي تحقيضات يعني اوكي نخلي بالنا هنا بقى كويس يعني انت لما تشوف رند بتفرح بقى وتقول finish عشان هرن نشغل برنامج لأ بلاش ترنه بلاش تشغل الوقتي هتشيل علامة صح وهتضغط كلمة finish اوكي هنيجي هتطلع بس اوب ونخش على الكراك ننزل صفحة دي تحت هنلاقي البرنامج نزل لنا بالشكل ده ايميل اكستراكتور هنضغط عليه كليك ايمين وبعد كده open file location علشان تجيب location المكان بتاعه وبعد كده هنروح على الكراك وبعد كده click in and copy هناخد الكراك copy بعد كده في الفولدر هنعمل paste اظن السهل الكلام سهل وهنضغط على ان احنا نحفظه على الملف الاصلي بتاعه continue تمام كده اضحفن بشكل مشاكل هتقفل بقى الصفحة دي خالص وتيجي تشغله من بره من غير اي مشاكل خالص اهو هو مش ياخد معك حاجة يعني في برضو حاجات كتير في البرنامج ده بس خلينا عشان الفيديو ما يطولش برضو نشرح اللي احنا عايزينه في الفيديو ده احنا مش هنطير من بعض احنا معنا تريكات كتير وعراجات كتير وانشرحها لسنين قدام اذا ربنا مدلنا عمر ان شاء الله يعني اوكي طيب search keywords تمام هنا احنا قلنا هنلعب على كلمة واحدة عشان ما نغيرهاش نلعب مثلا على كلمة احنا قلنا الكلمة اللي فاتت اه design كنا شغالين على كلمة design او دي design اوكي كل ما عليك يا باشا اللي انت هتضغط start search خلينا بقى كده ايه نشوف بس هو ممكن يطول سنة يعني مثلا على حسب سرعة النت عندك واحنا عندنا في مصر سرعة ما شاء الله فاحنا هنشوف كده مع بعض كده على السريع وهو بيطلع الايميلات المستهدفة يعني ممكن تلاتين اربعين ثانية ويبدأ يعمل يكمل البحث معاك وزي ما انتم شايفين اهو بدأ يعد الايميلات الايميلات تحت ويطلع لك كمان يطلع لك كمان السورس بتاع الايميل دي حاجة ممتازة جدا اكسم باللاق ليها مصلحة تانية خلص وانتكلم فيها بعدين يعني دي حاجة جميلة يعني ده مطلع لك الايميل ده من الاتسجرام من صفحة كذا 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 ما طلع لك الايميل ده من موقع او كذا 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 حاجة محترم حاجة محترم حاجة محترم خلص سيبوا يا ماشا هيعد شوية على حسب سرعة النت عندك لو انت سبته يعيد مثلا سبته ربع ساعة سبته لتلت ساعة ممكن يطلع لك بتاع مثلا يعني تمنمائة تسعمائة الف ايميل وبرضو هتسيفهم في تيكست اهو عمال يعد تحت اهو كل ما عليك اللي انت زهقت هتعمل ستوب و سيف ايميل تيكست ولا اكسل هتقول له تيكست على طول ويبقى انت كده برضو عندك حاجة مستعدة فانت عارف لو انت قلت بسا للناس انا بجيبلكو مسلا ناس مهتمة بلعبة بابجي في ناس بتسوي مسلا بتعمل مسلا عرضي سي بي ايه زي اللي احنا كنا اتكلمنا فيه قبل كده في الشرحات على لعبة بابجي على لعبة كزا على لعبة بلياردو على بومبيتش على اي حاجة في السيرش هتكتبها هنا والحاجات اللي هنشرحها طبعا اوكي وتقول لهم انا ببيع الميت ايميل مستهدف بواحد دولار انت مش خسران اي حال خالص بس دي هنتكلم فيها في الاخر بس خلينا اعرفكم التريكات والبرامج والادوات اللي معنا اوكي شرحنا البرنامج ده خلاص وشرحنا طريقة استخدامه هينزلك بالشكل كامل هينزلك بالشكل كامل مش هيقول لك بقى اشتري والكلام ده وكي يا شباب طيب حاجة تانية جميلة جدا 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 يعني خلينا مع بعض بقى طيب الوقتي احنا لو احنا رحنا اا ماشي نقفل ده خلاص لو احنا رحناها اا هنا لا مش هنا لا رحنا رحنا هنا وجبنا الأدوات ناس اللي عندهم عربي يعني جبنا الاضافات تمام وضع مطور البرنامج دى لو هي مقفولى كده هي هي اكيد هتلاقيها مقفولى عندك فا انت خليها او انت خليها مفتوخة تمام اوكي طيب دي احنا هنعمل اوا بها ايه انا هسيب لك الفايل الجميل ده الفايل ده في شوية الحاجات الجميلة دي. تمام? فبالتالي احنا هنروح على نقفل دي خلاص مش محتاجينها. هنروح على تحميل اضافة او تحميل اضافة اه تم فك اه حزمتها مش عارف ايه اللغة العربية الصعبة دي. اوكي. فهندغط هنا. وهنختار اه الدسك توب بتاعنا وهنختار الفايل بتاعنا. لو احنا ضغطنا على الفايل اهو. وعملنا سيليكت فولدر مش هنضق مش يعني مش هنختار فولدر معين. لأ نعمل نعمل سيليكت فولدر. هنلاقي على طول اداة بتاعتنا نزلت لو انت على فكرة بحست عنها اه تسعة وتسعين في المية مش هتلاقيها في في جوجل يعني في السوق اه بتاع جوجل. فتمام نزلت ايه? ونزلت فوق ايه لو انت شايفة. اوكي. الاداة دي جميلة جدا جدا جدا. اوكي? طيب. نجي نشنغلها جدا نشوف. طيب. اه انسرت يور اه سي اس اي اه مين ادرس. و اه حاجات كده. ماشي? فاحنا هنكتب ايه هنا وايه الحكاية والدي متفوعة ولا مش متفوعة ولا قديمة الجانية. انا بنزلك مجاني علشان تحط بنفس الطريقة اللي انا قلتها لك. اوكي? طيب. هنروح اه علشان نكمل الاضافة دي. هندخل على الموكع ده. ناختق بي كل حاجة انا هسيبها لك بفضل الله. هندخل على الموكع ده. نركز بقى هنا لو عندك شوية حاجات هيظهر لك هيظهر لك كده ايه الحاجات يعني لو مش هيظهر لك وفي الغالب انت مش هتلاقي عندك الحاجات دي خالص. فهتلاقي عندك الصفحة دي. يعني انت اول ما هتدخل على اللينك اللي احنا دخلنا عليه اولا هسيبه لك. هتدخل على الصفحة دي. اوكي شباب. طيب هنا احنا عايزين الاكستراكت بتاعنا هيكون من انستجرام برضو ولا فيسبوك ولا تويتر. نخليها مسلا نخليها تويتر. نخش على بوجل ونكتب مسلا ايه? تويتر بالعربي مسلا. ندخل على اللينك. ناخد اللينك ده. لا مش عايز ادخل يعني. ناخد اللينك ده زي ما هو كابي. اوكي. ونروح في السايت اه تو سيرش. هنحط في في ال في ال الهو سايبولك ده. هتحط بيست الرابط بتاعك. اوكي. فنخلي بالنا هنا بقى كويس. هنا هنخلي اه اللانجودش انجليش. واول اه طبعا ما اه. نحط الرابط بتاع تويتر او غيره او غيره او غيره. المفروض ينزل لنا اسم الموقع التلقائي في المكان ده. في المكان ده. اوكي. في name of name of search. في المكان ده. طيب ما نزلش. اه لو فيها www دي هنمسحها. لو احنا مسحناها برضو هنمسح الحاجات اللي بعد السلاش. تعالوا كده نشوف. كده كده اهو شوف اتكتبت كلمة تويتر. بس هنكمل مسح. لحد ما نخليها ايه مفيش حاجة. بعد السلاش. بعد الشرطة خالص. اوكي. اتكتبت كلمة تويتر زي ما احنا عايزين. هنضغط على كلمة create. اوكي نصبر شوية. حاجة بس تحمل كده بسيطة. جاب لك get code. جاب لك control button. جاب لك ما لنجعه بالكلام ده. هنضغط على كلمة public url. اللي هي الكلمة اللي في النص دي. لو ضغطنا عليها. وجاب لك دي. وجاب لك دي. ارجع اعمل خطأ. اعمل يعني اقفل اقفل الصفحة وارجع اضغط عليها تاني. لحد ما يجيب لك اللي هو فيه search وفيه اه وجوجل والكلام دعاية مفيش صفحة. بس مش عايزين يجيب لك خطأ خالص. شايف بقى السطر اللي فوق ده. شايف السطر اللي فوق ده. ده هناخده copy. ده هناخده كاب يا باشا. بعد كده هنروح على البرنامج بقى بتاعنا. على اي صفحة. يعني انت واقف على جوجل واقف على دي واقف على فيسبوك واقف على انزجرام. مش مشكلة. مفيش مشاكل. هتفتح الادة بتاعتك على اي صفحة مفيش مشاكل زي ما احنا قلنا. آآ هنا بقى هنكتب الكود اللي احنا اخدناه. الكود public اللي احنا اخدناه. وهنا هنكتب احنا عايزين آآ آآ اللهم صلى النبي. عليها يبدل بساطة السلام. آآ الكي ورد بتاعنا ايه. فاحنا برضو هنشتغل على كلمة ديزاين. ماشي? لي اي اس آي جي ان. طيب. الاميلات. ممكن هتكتب آآ جميل. ممكن هنا. كمان تعمل مسلا انتر. وآآ آآ راحتك. ايش حياتك? اوكي? آآ ونكتب هنا. معليش انا اسف. عايزين كل حاجة تبقى بدقة. اللوكيشن. اللوكيشن انت عايز منين بالزبط? ممكن تكتب اي جيبت. ممكن تكتب هنا كلام بالعربي. عيش حياتك كابيرين. سيطلع لك اكتر من خمس تلاف ايميل مستهدف. اوكي? طيب انا هبقى سيب لك برضو آآ آآ تجيب بي. اللهم اصلا على النبي. تجيب بي. الاستاتس او تجيب بي الولايات بتاعت امريكا. او مسلا. بس نعلم صحة لأساس ان ايه? احنا كده اخدنا كل الولايات. هناخدها اا قبيل. او عايز ولاية ولايتين. اعايز عايز السعودية. عايز كذا عايز كذا. بس انا ايه? بحدد انا عايز امريكا كلها. اوكي? فهرجع تاني. اضغط هنا كل حاجة متسايفة. هي اللوكيشن. هرجع اعمل آآ بيست. البيست اللي انا آآ كتبته. وهلاحز هنا ان في نزلي مسافة او نزلي سطر مفوش كلاة. فنخلي بالنا ان احنا ايه? نمسح بحيس ان هو يكون كل حاجة مية مية اوكي. انت ممكن هنا تعمل بدل العشرة تعمل مية تعمل الف تعمل خمس تلاف براحتك يا باشي عيش حياتك مفيش حد انت عايز منك حاجة. اوكي? ماشي. وبعد كده هتضغط على كلمة start. بعد كده هيبدأ يعدي معاك بقى في هيعدي معاك في آآ الخلفية اللي ورا او ال background اللي ورا. آآ هيفتح لك كده حاجات مالكش دعوة بيها انت قلت له انا آآ عايز من آآ تويتر عايز الميلات المستهدفة بالكاتيجر اللي انا اخترته الديزاين الميلات الجميل مش عارف ايه وعمال يعده تسعتاشر اميل آآ خمسة وعشرين عمال يعد على السيق وراحته بقى يعمل براحته خالص في اللوكيشن اللي احنا كتبناها دي كلها. اوكي? سيبه ممكن يطلع لك الف. فتسيبه براحتك كده. وبعد كده باشا هو هيقف او لو انت اتخنقت عايز تعمل آآ استوب اعمل وبعد كده انا مش هقولك ازاي احنا شرحنا طبعا ما فيش اي مشاكل ما تحاولش تصعب الدنيا على نفسك اوكي? انا بديك الادوات والتركات وكلها سهلة وكلها بشكل يعني مش هقولك او حد يقولك اشتريها او سيريال والكلام ده كل اوكي? ماشا شباب احنا طبعا عملنا اول ما عملنا آآ استوب اجي هنا كلمة داونلود هنضغط عليها هيتحمل لنا هيتحمل لنا آآ اميلات دي في تيكست اوكي? احنا كده خلصنا التركاية دي. لسه معانا تركات كتير ما نزهووش. اوكي? طيب احنا كده هيزين بس هنقفل الحاجات دي. اوكي? آآ التركاية اللي بعد كده برضو معانا آآ اميل اكستراكتور. آآ اوكي يا شباب? لا مش معانا بقى آآ مواقع او برنامج. تعالوا نشوف انا والله آآ خلاص عقلي عقلي سعر. تعالوا نشوف معانا تركات ايه بعد كده? البرنامج ده بتاع ارسال على ما اعتقد ارسال آآ الاميلات بكميات لو احنا آآ برضو هنا نهزل بالكرايج بتاعكو آآ بالكرايج بتاعو اقصد. فهنضغط. عشان نعمله سيت اوب. معلش سامحوني لو انا بهالفط في الكلام بس ايه انا مش عامل مونتاج وانا وانا بتكلم بحيس ان ايه الامر يكون طبيعي وكل ده نفهم لو آآ ظهر آآ ظهر مشاكل. اوكي? احنا عايزين ايكون على الدسكتوب وبعد كده نعمل نكست وانستول. تمام هنا برضو آآ ما تشغلوش واعمل آآ واعمل فنش. اوكي شباب هنا الكراك هندخل عليه بس هننزل تيه تحت بعد كده هينزلك بالطريقة دي. بعد كده هينزلك بتاع اه ده اكستراكتور ده برضو بيطلع لنا اميلات مستهدفة جميل جدا جدا جدا. يلا مزبطكم تريكات المهم هنضغط عليه جليك كيمين وبعد كده زي برضو الموضوع اللي فات اوبن فيل لوكيشن بعد كده هنروح على الكراك اللطيف الظريف الغفيف بتاعنا كابير آآ بعد كده هنعملو تمام كونتينيو خلاص نقفل الصفحة نرجع نروح نشغل البرنامج من الايكونة بتاعته تماما شباب اوكي هنا حتى لو احنا جينا شوفنا هنلاقي البرنامج فل اللي هو خلاص انت شرية برينس ومية مية انت عندك كل حاجة البرنامج ده برضو في حاجات كتير احنا هنتكلم فيها الوقتي الحاجات اللي احنا عايزين احنا عايزين الاستخراج الاميلات المستهلافة وحاجات برضو هنتكلم فيها بعدين بحيث ان البرنامج ده برضو وفي حاجات برضو كتير طبعا في حاجات على وبسايت في حاجات على العموما حاجات جامدة يعني اوكي طيب خلينا برضو نكتب كلمة ديزاين اوكي هي ايه طيب دي هنعمل في ايه ديزاين ايه وهنعمل دي هنخليها واحد وهنعمل سيرش هنا برضو اا لو احنا عملنا سيرش وسبنا الدنيا كده شوية هنبدأ كده اا يعد انا طبعا مش هقفل عشان المونتاج ويعني زي ما انتا شايف في في الجنب اوه عمال يعدلك اميلات بالعبيد وهيعد كتير بص تحت خالص كمان خمسة وخمسين ميل سبعة وخمسين ميل واحد وستين اربعة وستين قاعد يعيد سيب وماشا براح تسيب كل دي اميلات باليور اميلات بتاعتها بالصورس وهنسيفهم وهنبعت ونس مستهدفة وهيبقى مزاجنا فل الفل اوكي اا الناس بقى اللي بتعمل تسلايك بقى حلوة يعني اا بالله عليك تعمل تسلايك ليه ليه يعني هتستفاد ايه لما انا اا زوري وجاعني وافضل اشراح وافضل اقول وانت هتعمل تسلايك في الاخر المهم نرجع تاني للشرح بتاعنا احنا اا بدأنا ان يعني فيه تلات طرق او انا شرحت ربعة طرق تقريبا والطرق كلها اللي انا شرحتها عموما اللي احنا هنجمع بها الايميلات طرق كتير جدا وكلها تمام التمام مش هتحتاج تشتري اي برنامج بفلوس ولا هتحتاج تروح لأي حد تقول له النبي الديني اا لا لها لله وتقول له بالله عليك الديني مسلا اا مية ايميل الديني الف ايميل وشوف حسابك كام وبتاع لا انت ممكن تبيع وانا اعرفك برضو في اخر الفيديو انت هتستفاد ازاي بالايميلات دي اوكي يا شباب طيب اا برضو برضو هنعمل الستوب وبعد كده هنعمل اا سيف وبعد كده هتسايف التكست دا وحاول تخلي شغلك منظم فولدر للدزاين فولدر للفاشون فولدر لكده فولدر بالبلاد الكلام دا يعني اوكي طعيب تمام كده برضو خلصنا من تركات دي انا مش عايز وقت الفيديو اا يطول جامد فسامحوني بس لو وقت الفيديو طول بس انا بحب تركات زيدي يعني الفيديو دا كان مفروض دي ينزل من بدر شوية لكن انا اا قلت لأ هزود في حاجات تانية فربنا يسطوره لأ ما ماجيش بعد ما خلاص اعمله رändern اقول لي ازود في حاجة تانية هي لصلاحكم في الاخر والله اوكي يا شباب التركية بقى احنا جمعنا الدنيا احنا جمعنا الدنيا جمعنا الاميلات المستهدفة وخلاص ومية مية بس ما اصيحت لك ما تجمعش اميلات مستهدفة بالتحديد من مصر انا كنت اقول لك بالعرب بس من تحديد من مصر من مصر بيهتموا بحاجات تانية غير الاميلات مش بيفتحوها اصلا اوكي يا شباب طيب دي نصيحة يعني انت عايز يسمع بيه هيسمع مش عايز خلاص عايش يا برنسو ربنا يوفعك طيب احنزل لك برضو اعدا تانية اللي هي بعد ما جمعنا الاميلات بتاعتنا كل تيكستيك بتاعت الاميلات بتاعتنا عايزين نبعتها جايب لك برنامج عبقري برنامج سهل برنامج كامل انت هتتبسط منه جدا ومش هيبقى فيه اي تحكيضات فيه وكيش بيبقى سريع بزرع عشان وقت الفيديو الست اوب بتاعه اهو انا كل حاجة حتى يعني انا مسحت الست اوب او عملت انستول ليهم بيحيث ان انا اعمل قدامكم عشان لو في حاجة لو في مشاكل ظهرت فاكسبت نكست نكست لا اله يا الله انستول تمام هيحمل شوية معاك مش هياخد وقت ماشي ده اعمل له مفيش مشاكل خالص يعني بس خلينا نحط برضو هنا هو هيبقى هو هيبقى بالشكل ده اوكي هو هيبقى بالشكل ده فنيجي نفتحه كده برنامج هو كان شكله قبل كده كان الفرجن القبل كده كان شكله عاقيم شوية بس كان شغال في الفرجن ده بقى هم ما ضبطوا الدنيا خلوه يعني يعني لو في حاجة تتمتعطلة فيه لو في حاجة تبايضة فيه ضبطوها المهمة شباب هنرسل ازاي سيبك من اللي تحت ده اللي تحت سيبك منه email extractor والكلام ده ده برضو هنشرحه بعدين في حاجة تانية بس احنا مش عايزينه احنا عايزين بقى نرسل الاميلات دي اوكي ال smtp servers الناس اللي مش عارفاها ده بكل يعني سهولة وكل يسرى ما تتخضش من الكلمة هتفتح كده اوكي وبعد كده اختضغط على كلمة add email account smtp server وبعد كده هنا بيقولك انت دخل الاميل بتاعك ودخل password بتاعك ناصيحه مني يعني عشان ال safety عشان الامان برضو هو مش هيصل حاجة بس ناصيحه تمام ما تشتغلش بالاميل الرسمي بتاعك الاميل الاصلي بتاعك اللي معك من فترة فانت انت معاك واشتغل على جيميل يعني هو هنا حتى بيقولك جيميل ياهو الكلام ده بس اشتغل جيميل هو هنا حتى كتب لك فيه فيه live وفيه AOL وفيه MSN بتشتغل جيميل احسن يعني حتى لو انت هتعمل جيميل جديد ما فيوش اي حال خالص لسه ما بولوقتي حالا اوكي اوكي هتضغط هتكتب الاميل بتاعك هنا وهتكتب ال password بتاعك هنا اوكي ال port ده هتسيبه زي ما هو ال port ده اصلا بتاع الجيميل اوكي بعد كده هتعمل save لما انت هتعمل save هيعمل login سيبه يعمل login يعني هيدخل على البنال الاقصد بتاعة الايه بتاعة الايميل بتاعك ما فيش اي مشاكل هو وعيز ربط اوكي عملت save اوكي هتيجي للاستيبه اللي بعد كده للخطوة اللي بعد كده message اوكي هنا هتكتب message بتاعك يا برينز ركز معي عشان كل اللي فات ده مايروحش اوانطة يعني كل اللي فات ده كل لتعبك مايروحش على الفاضي هتعمل ايه هتكتب المحتوى بتاعك المحتوى بتاعك الجميل ما تقطرش في الكلام وال subject بتاعك الرسالة بتاعتك العنوان title بتاعك هتكتبه هنا ما تقطرش فيه وتفكر فيه كتير ان شاء الله لو هتفكر فيه ثلاث هيام متواصلة في العنوان الجميل لو انت بقى تشتغل cba وده هنتكلم فيه بعدين او في اي حاجة اوكي تزبط وتلون ويستحسن ده اللي انا بعمله والله ان انت تضيف صورة ان انت تضيف صورة يعني يعني مثلا انت مثلا بتقول له مثلا كن بتحميل البرنامج او كن بتحميل اللعبة دي جميل ومش عارف ايه فماشي الكلام جميل انا عايز صورة محفزة فانت هتصمم صورة على قدك او تشوف صورة من جوجل وهتحط عليها اي لوجو من عندك او هتحط عليها هتكتب عليها اسم للعبة الفلانية او البرنامج الفلاني وتعمل ادراج للصورة دي يعني اول اول ما انت تعمل كده هتعمل براوز وتجيب تجيب الصورة اللي انا قلت لك عليها اوكي شباب وبعد كده هتعمل ما تعمل الرسالة اتسجدت وكل حاجة ومية مية هنضغط على كلمة يعني هي واحد اتنين تلاتة احنا كنا نتكلم فيه قبل كده الناس هتضغط على كلمة امبورت فايل اكسل او امبورت فايل تاكست يعني انت حافظ الاميلات في اكسل ولا حافظها في تاكست سيبك من سي اس بي وسيبك من الكلام ده فاحنا طبيعي حافظناها في تاكست او اقصد امبورت فروم تاكست فايل هتختار الفايل بتاعك وتقول له الفايل ده اللي فيه الالف اميل اللي انا عايز ابعث له العرض او عايز ابعث له الرسالة بتاعتي وبعد كده هتضغط على كلمة خلوز بعد كده هو هينزل هنا وهيتعلم صح انا مش عايز اطول عشان الموضوع ده هياخد وقت بس انا بقول لكم الخطوات اللي انتم هتمشوا عليها شباب ازورويني انا مش عايز اطول فيديو اكتر من كده اوكي طيب بعد كده ينزل الاسم هنا يعني بتاع الحملة والكلام ده اللي انت اختارته وهيتعلم عليه صح وتعمل كلوز بعد كده كل ما عليك دي بقى لو انت ضغط عليها اول ما تضغط ايزي سينز ضغط عليها كده كده هيتبعت لك هيتبعت الرسائل على طوله اوكي شباب وارد يعني انا اقول لكم برضو للامانة كان فيه ساعات وارد ان بيجي معي بعد الربعمائة رسالة ربعمائة مازدش يعني ربعمائة بلاس يعني ربعمائة وشوية ويجي يقاف او يجي يقول لي مثلا ايميل محتاج تأكيد او كده او كده او كده او كده انا بقسمهم كده يعني انا بقول لك انا بشتغل ازاي اوكي شباب كده احنا غلصنا تركاتنا وحركاتنا وحكاياتنا كل حاجة كانت واضحة قدامكم كل الكلام ده عن الاسهابها لكم وحتدخلوا عليه من غير اقتصال الرابط هتحملوا ديرك طول من غير اي حاجة دعوا بس حلوة كده انا تعالوا بقى بينا نتكلم كلام كده فيست وفيست نقول احنا هنشتغل في الكلام ده ازاي نروح بينا تاني على الصدق بتاعنا علشان نتكلم بقى بكل ارتاحية كده نقول احنا هنستعمل الكلام ده اه في ايه وفي ايه وانا هكسب منه في ايه بالزبط يلا بينا بس تعالي كده يا معلوب انا مش هطول عليك في النهاية عشان انت اتفرجت كتير ودمعك بقى فيها لود وضغط جامد فمش هطول عليك والله هي بس انت انا عايز اقول لك اللي انت فهمت الفكرة وفهمت انا اقصد ايه من الحاجات دي كلها انت مسكت الفكرة في ايدك وعارف انت هتعمل ايه كل اللي انت هتشتغله انت فكر بقى هتشتغل سي بي ايه هتشتغل افليت احنا كنا الناس اللي مش عارفة سي بي ايه وما تارفش حاجة عنه او لقفلت وكلامنا احنا شرحين قبل كده حاجات على القناة يعني انا مش شرط في الفيديو ده برضو اشرح لك تاني واقول لك سي بي ايه هتسجل منيه هتعمل لأ انا اشتغل حاجات على القناة اصلا فلو انت مشوفتش الفيديوهات اللي فاتت هات الفيديوهات وتفرج على فيديو فيديو ادي لنفسك وقت عشان تقول توكلت عليك يا رب وتكسب وتمخمك ده ويبقى الدنيا معك حلوة يعني احنا ممكن اقل اقل فكرة ان انا ابيع الايمايل اللي انا طلعتوا الايمايلات دي كلها اللي انا طلعتها اللي انا طلعتها ليه عملة اقول لهم انا عندي ناس مستهدفة في كذا في تضيين في فاشون في كذا في كذا في كذا وابيع بس ليه مطمعش الطمع مش عيب لو انا يعني طمع انا مش بابص في حاجة يعني حاجة في ايد حد يعني انا بطمع حاجة من حقي فلا ابص اشتغل اشتغل افليت ممكن اشتغل حاجة تانية غير اللي انا قلتها في حاجات كتير انت اهم حاجة مستك تطرف الخيد بايدك امشي بقى امشي فيه مستكوا كده وبإذن الله تكه على الله وقال بسم الله الرحيم والحياة تبقى معاك تمام التمام جدا وزي ما قلنا في اول فيديو التركات معانا عمرنا مع تخلص احنا الملوك بفضل الله ثم بفضلكو فان شاء الله مكملين مع بعض في التركات وفي الشرحات للمبتدئين والمحترفين يعني الشرحات كلها بتنفع المبتدئين والمحترفين فاحنا مكملين مع بعض ان شاء الله وقابلكم في الحلقة الجديدة وما تنساش اللايك المتين لو انت استفدت من الفيديو اشوفكو في حلقتان يا شباب ان شاء الله كان معكم محمد هلال سلام عليكم اشتركوا في القناة